وعلى الضفة المقابلة منعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية سكان المناطق خارج دارة إقليم كردستان من الترشح لانتخابات برلمان كردستان رئيس دائرة تشجيل الأحزاب السياسية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية فرهاد أسعد قال إن باب التشجيل فتح أمام الأحزاب السياسية والتخالفات والمرشحين المستقلين لانتخابات برلمان كردستان موضحا أن شروط الترشح الانتخاب برلمان الأقليم تقتضي امتلاك بطاقة وطنية في إحدى محافظاته الأربعة ويجب أن لا يكون عليه جنحة فساد أو من أعضاء حزب البعث السابقين وكان رئيس أقليم كردستان جيرفان بارزاني قد حدد العاشرة من حزيران المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الأقليم بينما لا زالت المكونات تواصل احتجاجاتها على إلغاء مقاعد الكوتة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية التي قلصت عدد أعضاء برلمان كردستان من 111 مقعدا إلى 100 فقط